اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهدات المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كانت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إن كانت الجواد الكريم موضوع الخطبة أيها الأفاضل والفاضلات يضور حول السؤال كيف نسوم رمضان؟ كمان جنه رمضان؟ كيف يكون رمضان متقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ شخصيح ورسوله لونج الله سنورة للنفس qui a dit سنورة للنفس 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 فقط في الصيام سنورة للنفس ومع ذاتotics حين أن تسمع رمضان إيمانا يعني تؤمن بأن الله كتبه عليك وسنورة للنفس أي تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى �ناًا يوم القيامة فمن سام رمضان إيمان أ Trustees غفرت له الذنوب الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب فقط الصيام ومن زاد قراءة القرآن والفضاء الأخرى والإحسان وإفطار الصائم كل هذا زيادة والله ننال المغفرة بصيام رمضان إيمانا واحتسابا هذا الحديث عند البخاري ومسلم في صحيح عبد الله بن عمر كالله لقريرا بورت كالنوى يد الله في سلسير الويادي وходит manual أن الن Kohران فنر islam USA يسران من نوجد عند البخاري وآ شخص الشيء مع قراءة وكان any فهلا أغنيрен نعطيه ونحن ف specs أسنان وقرأني الراديع في السلسير ولم ن遊ان أي قرأني وين يعطيه للفيد Rand كالح Ludovget والقرآن يشفعان لصاحبهما غدا يوم القيامة لبروفيت صلى الله عليه وسلم ما ديه aussi لانفوكاسيون ديه جن سيجب أن يدعو الله سبحانه وتعالى لا ينسى الدعاء رغم أنهما ما محتاش ولكن يطلب الله سبحانه وتعالى لإخوته بأن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن هذه الأمة أنتم تروا الجائحة التي نحن فيها لا نصلي الجمعة جمعة لا نصلي التراوح جمعة فنسأل الله سبحانه وتعالى دعوة لا ترد والله الدعاء مقبول مستجاب هذا الحديث رواه ابن ماجة يقب أعطي شيء ابن ماجة الدعوة صلى الله عليه وسلم يدخل منه الصائمون يقول الله سبحانه وتعالى أين الصائمون فيقومون ثم يدخلون من باب يؤدنوا لهم فيدخلون من باب الرعيان ثم يغلاق لا يدخل أحد من بعدهم يعني لا يدخل منه إلا الصائمون يقول الله سبحانه وتعالى أين الصائمون يقول الله سبحانه وتعالى أفضل الصدقة صدقة رمضان يعني أيها الإخوة والأخوات أكثر من الصدقات في هذا الشهر صدقة التطوع وصدقة الفرد زكاة المال أو الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين لإدخل للموسكي لأن المساجد تعيش في هذه البلاد بفضل الله وبفضل الصدقات عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الإله كان المساجد تقالى أمه وفي الأهل لبعضل البلاد بشكل مهور كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس طول حياته كما حكى عنه عبد الله بن عباس ولكن قال عبد الله بن عباس كان أجود ما يكون في رمضان في كل شيء في قراءة القرآن في القيام في الصدقات في أي أعمال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في غير رمضان لكن فرمضان كان يكون أجود مما يكون في غيره صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بي الأقوال الله يرحمن وفاستغفر الله يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى نتقبل مننا ومنكم صيام رمضان اللهم اجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه إيمانا واحتسابا اللهم اغفر فيه ذنوبنا اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا رحيم ويا رحمن اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأعمامنا وعماتنا ولأخوالنا وخالاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولكل أقاربنا ودوينا ولمن علمنا وربانا وقرانا اللهم اغفر بفضلك لجميع المسيمين والمسيمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ولموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وواسع الرحمات ومفيد الخيرات وعالي الدرجات اللهم صل وسلم على حبيبك ومصطفاك وخير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسيمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسيمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسيمين وارحم موتانا وموت المسيمين وعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم من ماتوا في هذا الشهر أو في غيره بجائحة كورونا اللهم اجعلهم عندك من الشهداء اللهم اجعلهم عندك من الشهداء يا أرحم الراحمين وشفعهم في سبعين وأكثر من أهليهم يا رب العالمين اللهم إن كانوا محسينين ينفزد في إحسانهم وإن كانوا موسيئين افتجاوز عن سيئاتهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا من ختمت صورة الصافات بقولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا